اهلا بكم مشاهدينا صباح جديد من صباح البلد وفقرة طبية جديدة في حلقة النهاردة ويعني في معظم الاحيان في المجتمعات الشرقية لما بيحصل تأخر انجاب بين الزوجين بتبقى اصابع الاتهام بتشير دايما وعلى طول للمرأة بطبيعة الحل ولكن ده اصبح غير صحيح وده لانه مع تقدم الطب بدأوا يكتشفوا ان السبب ممكن يكون من عند الراجل ارتفع بنسبة من 30 ل 50% وده لانه ما كانش بيخطر على بال حد في الاول او مغفول انه يتم الكشف عن الراجل عشان يعرفوا اذا كان تأخر الانجاب منه ولا لا اصلا تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع ده مع الاستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة اللي منوري النهاردة في السوديو صباح البلد صباح الخير يا دكتور صباح النور اهلا وسهلا تأخر الانجاب خلينا الاول نعرف امتى اقول ان فيه تأخر للانجاب حصل بين زوجين طيب بداية احب ان انا حي حضرتك والسادة المشاهدين ويا رب في الحلقة دي نعرف نوصل رسالة توعوية او تثقفية للناس اللي بتشوفنا تعريف تأخر الانجاب تأخر الانجاب معناه ان الزوج والزوجة متواجدين مع بعض بشكل منتظم لمدة سنة with unprotected sexual intercourse يعني بيحصل بينهم علاقة بدون وسيلة لمنى الحمل ومع ذلك عد حاجز السنة وما حصلش حمل لو حصلت القصة دي يبقى بينطبق عليهم تعريف تأخر الانجاب تأخر الانجاب في منه نوعين في تأخر انجاب اولي وثانوي اولي معناه ان ما حصلش انجاب قبل كده خالص ثانوي معناه ان حصل انجاب قبل كده وفي مشكلة في الطفل الثاني او الثالث مهم او ان انا افرق لان البروجنوزز او سهولة العلاج او طريقة العلاج او طريقة الكلام مع البيشنس بتختلف علاج التأخر الثانوي بيبقى أسهل شوية والامل فيه اكبر شوية من الأول طيب موضوع بقى معدل انتشار المشكلة بتاع التأخر الانجاب المشكلة زمان ما كانتش معروفة قوي لان الناس ما كانتش بتسعى وما كانتش بتكشف وما كانتش بتروح للمختصة وبالتالي بتاع الريبورتينج المشكلة او تسجيل المشكلة او ان احنا نعرف احصائيات دقيقة ما كانش بيحصل زمان دلوقتي بعد الدراسات الجديدة لقوا ان عشرة في المية من اي كابل بيتجوز بيحصل لهم نوع من انواع تأخر الانجاب عشرة في المية يعني كل عشرة فيه فيه واحد بتحصل له مشكلة تأخر الانجاب ودي نسبة كبيرة جدا طيب ليه بقى يعني الامور ماشي عادي ليه بقى يوموا جايين ايلين الست هي السبب وهي السبب الدائم والرئيسي ويلقوا باللائمة عليها انا تأملت كثيرا في الموضوع ده برضو موضوع ده مختلف شوية في بلادنا الشرقية ومجتمعاتنا عن برا جد شغال في انجلترا مفيش القصة دي والله انما في المجتمعات الشرقية لا هي دايما فعلا اصابع الاتهام بتتجه للزوجة في المقام الاول ولما عدت فكر يعني لقيت لان هو الزوجة هي الست هي الوعاء اللي بيحصل فيه الحمل وهي الوعاء اللي بيحصل منه الانجاب فهي اللي بتحمله وهي اللي بتخلف وهي اللي شايلة الجزء الظاهري اللي الناس شايفاه وبالتالي مدام العملية دي ما بتحصلش يبقى الست دي هذا الوعاء هو اللي فيه مشكلة فطبعا ده غلط حتى كلمة اتهام انا ما بحبهاش انا دايما بقول للكابل اللي بيجولي ان احنا اللي اتنين في سفينة واحدة احنا اللي اتنين في مشوار واحد احنا اللي اتنين لنا هدف واحد قد يكون السبب في الزوج قد يكون السبب في الزوجة قد يكون الزوج عنده جزء والزوجة عندها جزء يعني الاتنين عندهم جزء من المشكلة وفيه سكتور كده اسمه تأخر انجاب غير معلوم السبب كانوا زمان بيقولوا ان النسبة 30-30-30 30% السبب في تأخر انجاب لدى الزوجة 30% لدى الزوج 30% اللي اتنين مع بعض وفيه 10% غير معلوم السبب دلوقتي حديثا لقوا ان زي ما حقاك قلت في الانترو لقوا ان مشاركة الزوج في تأخر انجاب وصلت لـ 50% فبقى الشير بتاع الزوج بقى اكبر من الزوجة ما بقاش المتهم الاول هو زوجة لا بقى فعلا نسبة ان يكون فيه مشكلة لدى الزوجة هي سبب تأخر انجاب بقت اعلى من الزوجة طبعا مش عارفين بالزبط ليه ولكن فيه فرضيات برضو فيه بعض الناس بتقول ان الموضوع دا كده من زمان ولكن ما كانش حد بيروح يكشف ولا يسحى بالزبط يعني ايام زمان كنا نلاقي فيه اتنين اتجاوزوا ما بيخلفوش بعد خمس ست سبع سنين خلفو طب هم كان عندهم ايه وإيه اللي حصل ما حدش يعرف وفيه ناس اتجاوزت وعاشت وماتت وما خلفتش ما حدش يعرف برضو والسبب كان عند الراجل ولا عند الست فالموضوع كان مهمل زمان دلوقتي بقى الريبورتينج بتاع المشكلة بقى اعلى وبالتالي بدأنا نكتشف القصة دي فيه فرضيات تانية بتقول بقى ان الراجل تعرض لكثير من الاذاء يعني ومن ال من ال external factors والعوامل الخارجية اللي فعلا بدأت تقلل الخصوبة بتاعته مثلا السترس بتاع الحياة ممكن يؤدي الى عدم انتظام في العلاقة ضعف جنسي وبالتالي ما يحصلش انجاب ممكن يؤدي الى خلال هرموني دي فرضيات فيه فرضيات تانية بتقول التلوث المحيط بالراجل اللي بينزل ويشتغل ويحتكب الناس اكتر من الست يعني بقى كبير جدا تلوث في الهوى تلوث في المية تلوث في الاكل بعض انواع الاكل الفاست فود وبعض الانواع بيبقى فيها هرمونات معينة بتعمل خلال هرموني الشاهد ان السترس والتلوث وفاكتورس تانية كتير عوامل تانية كتيرة قد تكون هي السبب اللي قدت الى زيادة مشاركة الرجل في موضوع تأخر الانجاب بس ما الستات عايشة نفس الظروف دي برده لا بس مش كلها الرجل هو اكثر تعرض للسترس هو اللي بيسع انا شوية باخد ناحية الرجل لان انا دكتور زكورة ايه ولكن في الموضوع ده الست فعلا مظلوم الست مش هي المتهم الاول في تأخر الانجاب في احيان كثيرة بيجي لي مرضى كثيرة في العيادة يقولي انا بقى لي تلات سنين بكشف على زوجتي عملت لها ايه بقى حضرتك عملت لها اشعات وتحاليل واشعب السبغة ومنزار بطن ومنزار رحمي وبعد ده كله طلعا ما عنده اشحة ملاش حاجة يعمل تحليل سائل منوي لا ايه صف طب يا استاذ الفاضل ده اول حاجة يعني اول حاجة في تقييم الزوجين كل الجمعيات العلمية بتقول هذا الكلام اول حاجة في تقييم الزوجين تحليل سائل منوي وكشف على الرجل لانه سهل ما عملوش اي حاجة وعندهم تأخر انجاب بتقولولهم الاول روحوا للطبيب النساء ولا تعالوا هنا الاول الاتنين يكشفوا مع بعض الاتنين يكشفوا مع بعض الرجل الكشف بتاعه سهل جدا كشف بسيط مشوف تأكد ان الخصية موجودة فيه ناس عندها خصية مش موجودة وبيسعى مراته عمالة تكشف بقالها سنة او سنتين خصية معلقة مثلا فيه راجل تحليله صفر ما عندهوش حانات منوية او مراته عمالة تعمل في اشعب السبغة ومنظر بطن ومنظر راحب فالكشف بتاع الرجل سهل جدا تحليل السائل المنى وتحليل بسيط جدا طلع كويس خلاص حضرتك هنتوقف عند النوطة دي ونبدأ نعمل الحاجات المور انفيزيف للزوجة زي الاشعب السبغة ومنظر البطن والكلام ده والاسف الشديد ساعات الخطأ ده الاسف الشديد بيجي من الدكتور دكتور النساء ان انا ارهق الست بفحصات وباشعات وبعمليات وبعدين بعد سنة ولا سنتين اقول للرجل كده طب ما تعمل لي تحليل السائل المنوي يطلع بالصدفة وحش جدا فلا ده كان المفروض في اول زيارة حضرتك هتقيم الزوجة وايه اول زيارة نعمل تحليل السائل المنوي ودكتور الزكورة يقيم الرجل طيب حريك قلت يمكن مثال او لا اسباب تأخر الانجاب عند الرجال ايه تاني اسباب ممكن تكون عند الرجل بتأخر انجابه ومش عارفة طيب وفيه اسباب كتير او الخصية دي عضو حساس جدا احنا بنتعامل مع الخصية بتاعة الرجل زي ما دكتور الرمض بيتعامل مع العين بتاعة العين بتاعه بالضبط هي فعلا اورجان او عضو حساس جدا بيتأثر باي شي زي ما قلنا الكلوس الخلل الهرموني اي خطة بسيطة اي التهاب بسيط قد يؤثر سلبا على وظيفة الخصية بشكل فضيع من الحاجات القريبة اللي حصلت موضوع كورونا فيه مرضى كتيرة جدا 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 تحليل لسائل المانو بتاعهم تدهور الى الصفر وانا شو اعارف ناس يعني هصل لهم القصة داية وناس كتيرة كانت متابعة معايا نزل لصفر بعد دور كورونا مجرد التهاب فيروسي عمل تدهور شديد في وظيفة الخصية فالشاهد ان الخصية عضو حساس جدا بيتأثر باي شي انا تسهيلا حتى على السادة المشاهدين حتى الطلبة في كلية الطب نشاكلهم بالطريقة دي الحاجات اللي اتأثر على وظيفة الخصية وعلى خصوبة الرجل ممكن نقسمها حاجات ما قبل الخصية حاجات في الخصية حاجات بعد الخصية ما قبل الخصية والعمل الهرموني اي خلل هرموني ممكن يأثر سلبا على وظيفة الخصية زي انخفاض هرمون الـ FSH انخفاض هرمون التستستيرون او هرمون زكورة ارتفاع هرمون اللبن ودلوقتي الناس بقيت عارفة المصطلحات دي اسباب في الخصية زي التهاب الخصية زي دوالي الخصيتين ده سبب مهم جدا زي الخلل الجيني في بعض الناس عندها لخبطة في الجينات بتؤدي الى ضمور او تلايف في انسجة الخصية زي التروما حس حدثة او خبطة في الخصية اثرت سلبا عملية غلط حصلت في الخصية اي حاجة ما اثر على الخصية نفسها قد تؤثر سلبا على السائل المنو تبقى اسباب ما بعد الخصية زي الانسدادات لو المريض عنده انسداد في مجرى البول انسداد في قناة القصف هيحصل مشكلة في الانجاب المشاكل بتاعة العضو الزكري في ناس عندها صغر شديد في العضو الزكري او انحناء شديد في العضو الزكري وبالتالي العلاقة الزوجية ما بتتمش بشكل مظبوط وبالتالي مش هيحصل انجاب فاحنا بنلخصها كده اسباب ما قبل الخصية اسباب في الخصية اسباب ما بعد الخصية طيب هنا بروسس العلاج العملية العلاج بيبدأ إزاي يعني واحدة واحدة كده بتدرجوا من إيه لحد ما توصلوا لإيه طيب هو أنا دايما بقول أن أساس العلاج السليم هو التشخيص السليم بالضبط والعلاج في المقام الأول هو علاج السبب يعني دي كده قواعد ذهبية كده لازم كل الناس تبقى عرفها لازم أتعب نفسي شوية أن أنا أعرف سبب ضعف السائل المنوي أو سبب تأخر الإنجاب عند هذا الرجل هو إيه لو أنا التفيت على السبب مش هقل على نتيجة كويسة زي مثال واضح قوي موضوع دوالي خصيطين لو المريض عنده دوالي كبيرة ومحسوسة بالكشف الطبي لو أعدت عشر سنين أدي له فيتامينات وأدي له أدوية مش مزبوطة مش هيحصل تحسن ومش هيحصل حمل وقد يؤدي إلى فشل الحقن المجهري مرة واثنين وثلاثة فلازم أدور على السبب لو فيه دوالي أعالج الدوالي لو فيه خلل هرموني أعالج الخلل هرموني لو فيه التهابات أعالج التهابات لو فيه انسدادات أحاول أفك الانسدادات فلازم دايما أركز على السبب طيب الحقن المجهري هنا يا دكتور هل نتكلم من وجهة نظر الرجل هل الرجل مجرد أنه هو يسلم ما يخصه يعني من عشان يحصل عملية الحقن المجهري هو كده خلاص؟ يعني دوره انتهى؟ لا طبعا هو دوره أكبر من كده شوية الحقن المجهري حيوان منوي وبويضة للأسف شديد فيه جزء كبير من الناس وجزء كبير برضو من الأطباء للأسف شديد شايف أنه هو ستة بس وبويضة بس مدام الراجل طلع إن شاء الله حيوان منوي واحد أخده واحد بيه طيب أنا الكابل ده أعاوز يخلف يعني مش عايز يعمل حقنه خلاص يعني أعايز يخلف عشان يخلف لازم أهتم بالكواليتي بتاعة الحيوان المنوي زي ما باهتم بالكواليتي بتاعة البويضة لو البويضات كويسة خالص والحيوانات المنوية ضعيفة مش حينجح الحقن المجهري وكم جلنا من مرضى فشل عنده من حقن مجهري مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعد علاج الزوج حصل حمل طبيعي يعني وممكن طبعا لو ما توفقناش في الحمل الطبيعي لو عملنا حقن مجهري بعد علاج الزوج فرصة نجاحه بتبقى عالية جدا جدا تكرار فشل الحقن المجهري في أحيان كثيرة بيكون سببه إغفال الزوج لازم زي ما باهتم بالست أبعث الراجل لدكتور زكورة يكشف عليه يشوف عنده سبب لضعف الحيوان المنوي ولا لأ لو في سبب وتم علاجه الكواليتي بتاعة أو الكفاءة بتاعة الحيوان المنوي بتتحسن وبالتالي فرصة نجاحها المجهري بتتحسن دايما بنتكلم في النقطة ديت بس ما بنبقاش عارفين إيه معايير كفاءة الحيوان يعني إزاي نقول إن الحيوان المنوي ده كفء واحد اتنين تلاتة طيب كويس قوي فيه طبعا العلامة الشور والأكيدة لكفاءة الحيوان المنوي إن يحصل حمله طبيعي إنه خاصة بالبويضة والبويضة دي تكون جنين والجنين يعني الحمله طبيعي طب أنا عندي تأخر إنجاب وعندي عينة سائل منو عايز أعرف الحيوان المنوي ده كويس ولا لأ بعرف الكلام ده من خلال العدد اللي بيطلع من الخصية بعرف الكلام ده من خلال الحركة كل ما حركت الحيوان المنوي تبقى كويسة رابط بروجريسيف موفمنت يعني بتحرك بسرعة للأمان مش بتحرك بقى حوالين نفسه أو شيكينج أو واقف ما بتحركش الفيتاليتي حاجة اسمها الفيتاليتي أو الحيوية فيه سباغات معينة وحاجات معينة بيتبين هذا الكلام وفيه تحليل مهمة أو يسمه DNA fragmentation أو تفتت المادة الوراثية في رأس الحيوان المنوي لما بنشك إن كفاءة الحيوان المنوي ضعيفة بنعمل التحليل ده وبنعرف من خلال درجة التفتت دي إذا كان الحيوان المنوي ده كويس ولا لأ وإذا كان فيه سبب بيؤدي إلى ضعف الكفاءة ولا لأ ومحتاجة عنه طب نصيح سريعاً أوي أوي نصائح بقى عامة كده ليه تأخر الإنجاب وإنه ما نلقيش باللقمة على نصيحة أخيرة إن يا جماعة تأخر الإنجاب ده حاجة مشتركة ما بين الزوج والزوجة الزوجة مش هي المتهم الأول في أحيان كثيرة أوي بيبقى الزوج عنده مشكلة أنا صحتي نروح للمختص وإن إحنا نكشف على الاتنين في الأول ما عطش أرهق الزوجة وفحصات وأشعات وتحليل وبعد سنتين ثلاثة أبص على الزوج نبص عليه من الأول نعم نشكرك يا دكتور شكراً جزيلاً أستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الزكورة وتأخر الإنجاب والضعف الجنسي بمركز مصر ليه الزكورة وكمان بنشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا النهاردة في فقرتنا وحلقتنا من صباح البلد خليكوا دايماً معنا